لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة في انتسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلى كوني معلق بخلقه وإلى ديني متعلق بأمره وما في تحقيق ذلك من إزالة اللبس والإشكال يعني عندنا كم حاجة كده القضاء الحكم الإرادة الكتابة الأمر الإذن الجعب الكلمات البعث الإرسال والتحريم والإنشاء ولو فطتت أيضا إيه؟ إلى 12 هذا الباب متصل بالباب الذي قبله وكل منهما مقرر لصاحبه فما كان من الكوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه يعني متعلق بربوبيته وخلقه يعني ذه من مظاهر الربوبية لا بد أن يكون داخلا تحت ربوبيته أز وجل وهو الذي خلق هذه الأشياء وما كان من الديني فهو متعلق بإلهيته يأمر وينهى السيد الآمر الناهي المطار هو متعلق بإلهياته وشعر إلى إله المعبود وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر فالخلق قضاؤه وقدره وفعله والأمر شرعه ودينه لا والأمر أيضا إيه؟ أمره الكوني ماذا كده؟ الأمر فيه انقسام؟ اللي في الآية الظاهر فيها العموم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين معنى الربوبية فهو الذي خلق وهو الذي أمر وأيضا هو الذي شرعه فالتنين ثبتين في الآية الأمر الكوني به يتم الخلق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كويس كده؟ كن ده الأمر والإرادة سابقة أراد فقال كن فكان كون المكون ده الخلق مش فيه كن وبعديها التكون التكون ده التكون هو ده الخلق قبليها الأمر ويخلق الله الخلق بأمره وهو إنما يأمر بما أراد جاءت كده ولا لسه؟ على أصد على العطف طب ما هو العطف هو مالك مش نفس المعنى ده حاجة تانية بس من نفس الجنس من نفس النوع الأمر الأمر أعم من الخلق والشر الأمر يسمى للنوعين يسمى الأوامر التي يكون الله بها الخلق والأوامر التي يشرع بها الشر ماذا كده؟ يقول فهو الذي خلق وشرع وأمر وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعا ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري أما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق يخرجون خرج عن أمر الله فثق عن أمر ربه أنه أمر فيهم؟ الشرع طبعا لأنه لا يخرج عن الكون أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر الأبرار بيجاوزوا أوامر الله الشرعية لكن لا يجاوزون أوامر الله أو كلمات الله الكونية الفجار يجاوزون أوامر الله الشرعية ولا يخرجون عن أمره الكوني يقول أما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق والأمران غير متلازمين فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا يشرعه ما لا يأمر به شرعا وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره زي ما قلنا في أربع أقسان مش كده؟ الدايرتين متقاطعتين في حاجة جوه الديرة دي بس اللي هو في الجزء اللي مش متقاطع وفي حاجة جوه الديرة دي بس اللي هي في الديرة التانية بفي الجزء اللي مش متقاطع وفيه جزء في النص في الدايرتين المتقاطعتين موجود من هنا ومن هنا وفيه برهم خالص فالأمر الكوني الكوني اللي مش موجود جوه الشرع اللي هو المعاصي ماشي كده؟ والأمر الكوني بالطاعات موجود في الدايرتين اللي جزء المظلل ده اللي بين الدايرتين والطاعات موجود منها ما أولد وما أراد الله أن يكون ومنها ما هو موجود في الشرع ولم يوجد إيه كونا واللي بره الدايرتين ده لم يراد كونا ولم يراد إيه شرعا يقول الأمران غير متلازمين فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره إيمان أبي جهل إيمان أبي لهب شرعه الله أمره به وإلا لما ذن ومع ذلك لم يقضيه ولا يقدره يقول ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم طاعات العباد المؤمنين وإيمان المؤمنين واقع اللي حصل ووجد موجود شرعا وداخل في الإرادة الشرعية وداخل في الإرادة الكونية مراد شرعا وكون حتى المشتركة في الدائرة وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسوق الكفر إذا غير مراد شرعا وغير مراد كون لا ينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي ينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسوق إن معصية المؤمن وكفر المؤمن غير مراد شرعا وغير مراد كون وينفرد القضاء الديني وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور مراد شرعا غير مراد كون وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي مراد كون ووقع ووجد إذن هو مقدر كونا وغير مأمور به شرعا المراد شرعا إذا عرف ذلك فالقضاء في كتاب الله نوعان كوني قدري كقوله فلما قضينا عليه الموت هينفع شرعنا له الموت قضينا أن يقدرنا أن يموت وقوله وقضي بينهم بالحق هذا القضاء الجزائي القضاء الكوني وإن كان مبنيا على أمر شرعي هو هذا القضاء الجزائي يعني مبني على أمر شرعي يعني خضي بينهم بالحق بناء على التزامهم بالشرع أو مخالفتهم له يوم الإيامة يقول وشرعي ديني القضاء في كتاب النوعان كوني قدري وشرعي ديني وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه يعني أمر ووصى وشرع ولو كان قضاءا كونيا لما عبد غير الله طبعا الناس الكفر بتقعوا إحدث الوجود بيقولوا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه يبقى اللي عبد الأمر والشمس والنجوم والأوثان والمسيح والنار كل دول فما عبده غيري ولا قصده سوي يبقى شوفوا التفسير ممكن يخرج من الملة لأنه بيصحح عبادة غير الله ويراها عبادة لله بل يرى عين الكائنات كلها هي ذات الرب تعالى الله عن ذلك والحكم أيضا نوعين الكوني كقوله قال رب احكم بالحق يعني افصل بيننا بالحق افعل ما تنصر به عبادك وتخذر به أعدائك والديني كقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقوله إن الله يحكم ما يريد بعد قوله احلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يثلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يحكم أيدي شرعية طبعا وقد يند بالمعنيين معا كقوله ولا يشرك في حكمه أحدا هي ذي الراجحنا على القراءتين لا تشرك في حكمه أحدا لا تحتمل إلا الشرعي لا تشرك أنت في حكمه يعني في تحكيم شرعه ولا يشرك في حكمه أحدا الظهر فيها الكوني على القراءة دي ويحتمل أن تدخل يدخل الاثنين معا هذا تناول حكمه حكمه الكوني يعني لا يجعل أحدا من الخلق يشترك معه في تكوين الكائنات وخلقها ليس زي ما يقول المبتدعين يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون هذا الكلام الباطل ليس يقول العبد للشيء كن فيكون وإنما يدعو الله فيكون يقول والإرادة أيضا نوعا فالكونية كقوله تعالى فعال لما يريد من ضمن ما فعل من ذلك ما قدر على عباده أصحاب المؤمنين أصحاب الأخدود الذين ألقوا في النال ذات الوقود هذا أمر مكروه له وقد فعل ما أراد سبحانه ثم انتقم من الكافرين وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية هنا الإرادة لا تحتمل إلا الكونية بخلاف أمرنا اللي في الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فدي فيها تفسيرين أمرناهم بالحق ففسقوا أمرته فعصاني فاستحق الأقوة أو أمرناهم قدرا وكونا مثل أقعد مع القاعدين قدرا وكونا أمروا بأن يفسقوا والفسق مستلزم للخروج عن الشرع ولا بد ولذلك التفسيرين صح هم متلازمين وإن كان أحدهما أقرب إلى ظهر الآية أن أمرنا مترا فيها قدرا لذكر الإرادة السابقة وإذا أردنا أن نهلك قرية وقوله إن كان الله يريد أن يغيكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم يريد إرادة كونية وقال تعالى ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض قبل أن يوجد موسى وتوجد الطاعات التي بها نصر الله بني إسرائيل إرادته سابقة في المن على المستضعفين وكسر الجبالين وأما الدينية الإرادة الدينية كقوله يريد الله بكم الأسر ولا يريد بكم الأسر لو كان إرادة كونية ما كانش فيها أسر وجد في الدنيا كل الأمور لازم تكون منسرة واقعا ولكن معلوم أنه مع إرادة الله لنا شرعا اليسر قد خالفه أناس فوقعوا في العسر وقولي والله يريد أن يتوب عليكم دي إرادة إيه دي شرعية وإلا ففي ناس ما بتتبش فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد مننا ولا وقعت التوبة من جميع المكلفين هي مكتوبة كده ولو وقعت وده خطأ لشان كده أين تحت ولا وقعت التوبة فهمين ولا لا وبهذا التفصيل يزول اجتباه في مسألة الأمر والإرادة هل هما متلازمان أم لا فقالت القدرية الأمر يستلزم الإرادة واحتجوا بحجج لا تندفع وقالت المثبتة للقدر الأمر لا يستلزم الإرادة واحتجوا بحجج لا تندفع حنقول للإرادة الكونية والإرادة الشرعية والأمر الشرعي والأمر الكون والصواب أن الأمراء يستلزم الإرادة الدينية العمر الشرعي ولا يستلزم الإرادة الكونية فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينة أقيموا الصلاة ده مستلزم أن الناس ساعة الوقت الصلاة تبصت لهم آموا كده وجروا على الحمامات توضوا غزبا عنهم ورجعوا وقفوا في الصف زي ما قال بهم بيدو إلا أقيموا الصلاة لم تستلزم أن أقامها كل الخلق يقول وقد يأمر بما لا يريده كونا أمر بأقيموا الصلاة للخلق جميعا في نس صلت المصلوش لأن الله لم يريد ذلك كونا وقدرا كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان من أمره بالإيمان ولم يوفقه للإيمان مراد له دينا إيمانه مراد له دينا لا كونا ولذلك أمر خليله بذبح ابنه ولم يريده كونا وقدرا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة ولم يريد ذلك كونا وقدرا وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق يقول بين هذين الأمرين خصوصا وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق فإنه سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولدي وإنما أحب منه عزمة على الانتفاد وتوطين نفسه عليه هو لي لم يحبه منه لأنه نسخ وإلا لو كان وقع كما أمره الله لكان محبوبا زي اقتلوا أنفسكم الذي صدر لبني إسرائيل لما وقع بالفعل كما أحبه الله كان محبوبا يقول وكذلك أمره محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بخمسين صلاة وأما أمر من علم أنه لا يؤمن فبالإيمان أمر بالإيمان أبا جهل وأبا لهب وفرعون إنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا به وبرسله ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ما أمره به ووفقه له وخذل بعضهم فلم يعينه ولم يوفقه فلم تحصل مصلحة الأمر منهم وحصلت من الأمر بالذبح يعني ده الفرق الأمر بالذبح حصلت المصلحة الأمر بالإيمان لأبي جهل حصل الامتثال لا ما حصلش حصلت حكمة تانية حصلت مصلحة تانية مش متعلقة بأبي جهل حصلت مصلحة جهاد المسلمين له وحصلت مصلحة فراحهم بقتله وحصلت مصلحة إذلال الكفر أما الكتابة الكونية أما الكتابة فالكونية كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسليه وقوله وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ لِتُهَا عَبَادِيَا الصَّارِعُونَ الحقيقة إن الكتابة اللي في الزبور يعني الزبر الكتب السماوية دليل على إنها كتابة شرعية مش كده وأما من بعد ذكر في دليل كتابة لإيه الكونية الكتابة اللوحة المحفوظ هو المكتوب فيما يكون يعني يعني إيه بقى المعنى إنها مكتوبة في الكتب السماوية موعود بها ده تابع للكتابة الأولى مش كده بس ده مأمور بيها زي كتب عليكم القتال يعني عشان كده يقول الكتابة في الكتب السماوية المنزلة ده يعني أنها كتابة شرعية يعني إحنا مأمورين بكده إحنا مأمورين بأن نادث الأرض مش إن إحنا نقول إحنا ملناش دعوة ربنا يورثنا الأرض وهو يقاتل عننا واذهب أنت ربك فقاتله ولو هو فتح حالنا إحنا نعنى قد ولو هما مشوا بأمر الله الكوني إحنا نخش لا إنت مأمور بأن أنت تجاهد وتسعى في إعلاء دين الله عز وجل ودي الفايدة من الكتابة في الكتب السماوية الكتب السماوية متضمنة للشريعة ومتضمنة لإخبار ما سيقع من وعد الله عز وجل من بعد اللوح المحفوظ ولقد كتبنا في الزبور ما زبر من الكتب ما كتب الزبور جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير فالرسل الزبور دي في الآدي تشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وكل الكتب التي أنزلها الله كلها كتب الله فيها أن الأرض يارثها من بعد الذكر من بعد اللوح المحفوظ أن الأرض يارثها كتابة ذلك في اللوح المحفوظ كتابة كونية وعليه فالكتابة في الزبور كتابة شرعية وهي خبر عن الكتابة الكونية فالمؤمنون مأمورون بذلك والله أعدهم بتحقيقه وقوله كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير الأخ بيقول مأمورون من بعد موسى لا بالقتال لكن الدعوة إلى الله موجودة من قبل كده ما هو فيه سعي بالدعوة إلى الله مش بس القتال لكن القتال من بعد انزول التوراة الوراثة حصلة لسيدنا نوح ولم يؤمر بقتال وحصلة لإبراهيم ولم يؤمر بقتال وحصلة لعباد الله الصلاحين لهود ولصالح ولشعيب وللوت وكل دول لم يؤمروا بقتال بس أمروا بالتمكين للدين بالدعوة إلى الله بإظهار الحق نعم ومن الناس من يتبع ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله يهديه إلى عذاب السعير هذه كتابة قدرية كونية والشرعية الأمرية كتب عليكم الصيام وقوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله كتاب الله عليكم يعني شرع الله وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس كتب عليكم القتال وهو كرور لكم فالأولى كتابة بمعنى القدر والثانية كتابة بمعنى الأمر والأمر الكوني كقوله إنما أمره إذا أرد شيئا إن يقول له كون فيكون وقوله وكقوله وأما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر يعني لا يحتاج إلى مثنوية لا يكرر الأمر أنت تتكت على البتاعة ما فتحتش تتك عليها تاني مش كده أنت ممكن تقول اعملوا كده ما يعملوش تكرر الأمر تحتاج إلى تثنية أمره عز وجل مرة واحدة وما أمرنا إلا واحدة يقع بعدها الأمر الذي أمر الله بتكوينه كلمح بالبصر والتشبيه هنا لأنه أعلى من اللمح بالبصر وقوله وكان أمر الله مفعولا وقوله وكان أمرا مقضيا وقوله وإذا أردنا أنهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي فإن الله لا يأمر بالفحشاء نحن نقول لا يأمر بالفحشاء شرعا والمعنى قضينا ذلك وقدرنا وقال الطائفة بل هو أمر ديني والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا لأنه لا يشرع الإهلاك يعني لا يقال أراد الله شرعا إهلاك إلا من ارتكبوا الفسق بعد ذلك لكن هنا الإرادة هنا سابقة وإذا أردنا أنهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا يبقى التدمير وقع إمتى؟ بعد الإرادة يبقى الإرادة لموجود الإرادة سابقة الإضمار على خلاف الأصل فليصر إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه الثاني أن ذلك استلزم إضمارين أحدهما أمرناهم بطاعتنا الثاني فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك الثالث أن ما بعد الفأف مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أمرته ففعل وأمرته فقام وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا لغة يمكن أن يقول أمرته فعصان أمرنا ففسقوا أمرته ففسق فعاقبت الرابع أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سببا للهلاك بل هو سبب للنجاة والفوز وفي الحقيقة على القول الثاني مخالفة أمره الشرعي هو الذي استلزمه الهلاك فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك إلى هذا يبطل بالوجه الخامس وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين وده من وجود قوية في هذا الباب إن الشرع دائما بيجي لمن؟ للجميع وليس فقط للمترفين التانيين حيجولوا يقولوا الخطاب للقادة والأتباع داخلنا فيه يقول بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسل المترفين وغيرهم فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين هذا الظاهر يعني ووضحه الوجه السادس أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم ومعلوم أنه لا يحسن لا يحسن أن يقال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا السابع أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ برسالة إليهم إنها الإرادة الكونية السابقة سابقة قبل أن يرسل ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون قبل ولادة موسى فضلا عن إيه؟ عن إرساله قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون إهلاكهم بقى إنت بتقول إرادة الله لإهلاكهم الإرادة تكون سابقة أراد الله عز وجل أن يهلك المسيح الدجال إرادة معلومة لدينا الآن خبل أن يرتكب الدجال ما سوف يرتكبه إرادة الله في إهلاك يأجود ومأجود الآن الله قد أراد ذلك نحن نعلم ذلك وهي إرادة سابقة على إفسادهم الفضيع إرادة كونية طبعا إرادة كونية السابع ده ابن القيم جعل الإرادة هي نفس الإهلاك لا هو الإهلاك ليس إنما لا يقع إلا بعد بلوغ الحجة يقول فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها إذا أرسل رسل فكذبوهم أهلكها فأمر رؤساءها فأمر رؤساءها ومترفيها أمرا كونيا قدريا لا شرعيا دينيا بالفسق في القرية فاجتمع على أهلها تكذيبهم وفسق رؤسائهم فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك والمقصود ذكر الأمر الكوني والديني ومن الديني قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وهو كثير قلوا قبل هذا والصحة الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر